موسيقى يابونا أنا بصحة متأخر فبصلي متأخر وإحنا في السيام لازم أقوم بدري علشان أصلي واللي عادي أنا بصحة حوالي ساعة عشر أو حداشر وكمان بفتر لما الأدس بيطلع فلما بصحة متأخر بيكون الأدس تقريبا بيخلص فباكل هل ده ما يعتبرش السيام لأنه بفتر بعد ما قوم من نوم الحقيقة أنت محتاج أب اعتراف ينظم لك حياتك الأول أنت ليه بتقوم عشر أو حداشر يعني هل أنت طالب وما فيش دراسة هل أنت بتشتغل وشغلك من البيت فأنت واخد راحتك هل أنت صاحب عمل أنا مش قادر أقول ظروفك إيه لكن اللي أنا قدر أنصحك به أنك محتاج حد ينظم لك يومك ويحدد لك قانونك فممكن يبقى قانون الصوم مالوش علاقة بالأدس بيخلص إمتى أنت بتقول يعني الأدس بيخلص على 12 فبتفتر طب ما فيه أدس بيخلص 3 ما تربط نفسك بالأدس بتاع 3 لكن عشان أنا ما تدخلش في قانونك الروحي المفروض أب باعترافها كل النظام لك قانونك الروحي وفي الناس الناس اللي موعدها من لخبطة بسبب ورديات ونوم وشغل كان بيبقى لهم قانون تاني إيه هو القانون التاني؟ أنه يصوم مثلاً أربع ساعات من ساعة ما يسحى أو يصوم ثلاث ساعات من ساعة ما يسحى أو يصوم خمس ساعات من ساعة ما يسحى يعني لو أنا بسحى فرضاً أب باعترافي بقوله إمتى أصوم يا بونا؟ فقال لي الحقيقة تصوم للساعة 12 الظهر وأنا بسحى 12 الظهر أنت ما دبقى الصوم انقطاعي فممكن يكون فيه نظام بديل أن يقولك 3 ساعات من ساعة ما تصحى يبقى أنت كده أخدت بركة الصوم الانقطاعي بس لازم ترجع لأب باعترافك عشان تقوله إيه ظروفك ويومك شكله إيه شكراً للمشاهدة